معنا اتصال أستاذ محمود من مصر برحب بك فندي متفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته تحياتي لك أستاذ أحمد والشيخ عصام تحياتنا لحضراتك أنا بس عنده سؤال لمولانا الشيخ عصام أتمنى منه أن يتسع صادر إن شاء الله يتسع صادر وتفضل السؤالي في العقيدة في الإسلام في العقيدة في الإسلام في الإيمان أنا حاصل عندي شوشرة متشوشرة شيء يا أستاذ أحمد شيخ عصام فيه شوشرة عندي وعايد اليقين لأن أنا الوقت بسمع أحاديث كثيرة بقرأ أحاديث كثيرة بسأل شيء كثيرة حاصل كل مسأل يحصل شوشرة أكثر من الأول أنا فوق ستين سنة مش رجل صغير وراجل اللي أنا حصل على الشهادات أولي أنا بسأل الشيخ عصام بسأل مولان الشيخ عصام وما يقوليش لأ دا سنة وشيعة ولا ألا أنا بسأل عايز بيطيه بسي حاجة محمود حضرتك قدمت السؤال بشكل كويس وقلت ملاش بقى ما يقوليش يعني أنت حياتك تسأل السؤال والشيخ يقول اللي يرضي الله عز وجل ويرضي الدين ربنا أكيد مش هنقول حياتك حاجة لا على هوانا ولا حاجة على هواك الشيخ يتحدث بما جاء في الكتاب والسنة وبفعل الصالحين ما نتكلمش من عند نفسياتنا أو من عند أنفسنا يعني فأقول حياتك السؤال وإن شاء الله تسمع الإجابة من الشيخ تفضل حاجة محمود يتحدث يا مولانا يا مولانا السؤال في حديث متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إنه فيه وهو راجع من غزوة تربو راح على منطقة اسمه ردير خم قبل المدينة من وراء وقال من كنت مولاه فهذا عليه مولاه خلاص لا أنا مستمع حدثة كويس بتقول النبي صلى الله عليه وسلم هو عائد من غزوة تبوك ذهب إلى أين منطقة اسمه غدير خم قبل المدينة منورة إلى منطقة قبل المدينة منورة بحاول اسمه حضرتك اسمه غدير خم غدير خم غدير خم 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 وخطب في الناس وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه خطب في الناس وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه حديث طويب بس أنا باختصر لك تقولت لي متواتر مين قالك أنه متواتر اسمه حمود لحظة الأول بس ما تقول ليش متواتر أنا ما عليش خلينا كمل يا شخصات طب كمل حاضر قصك بتقولي حاجة مش هسلم بيها فعشان ما تكملش عيوناء أنا عليها فهذا حضرتك حضرتك أنا أقول من عايز اتمنى منك يا شخصات حاضر تفضل أنا أسف والله بس أنا أصدت ما نبنيش على حاجة مش سبتة بس أنا واصف فيه حاضر الحاجة الثانية شيخصات ورصور عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما انتم سبتم به لن تضلوا بعد أبدا يطاب الله عكرت لي أهل بيت خلاص ليه ليه بعد شدة اتقال تأني وسنتي اتشان أهل بيتي وتحط السنت الحاجة الثالثة شيخصات النبي صلى الله عليه وسلم كان في موقع غزو التابوك أو ما يا ربي الله عقب ووصلها علي أفضعتاشر واحد من ملسمين من الجيش كان عايزين يكترون الكلام ده صح وده وجزاكم الله كله حاضر يا فندي بشكراك حاجة محمودة على اتصالك وسؤالك وإن شاء الله تسمع الإجابة من الشخصات هنبدأ بقى أول نقطة مولانا اللي هي نقطة أنه قال أن ده حديث متواتر وحي أتكر عندك تعليق لا حديث الغدير وأنه متواتر وكامل لا تتكلم غير صحيح يعني هو سأل عن ثلاث حاجات أول حاجة أول حاجة حديث حديثه الغدير معروف حديثه الغدير وفيه كلام كبير جدا في سنة ده يعني لا أول متواتر ده مش متواتر ولا صحيح حتى يعني مسألة حتى الصحة فيها كلام كبير في النقاش والأسانيب بتاعتها بالتفاصيل هو لا تصح اللي عند الشيعة طيب والشيعة شروطها ورواتها للأحاديث غير الشروط والروات اللي عندنا والشروط تمام تمام يعني مثلا كلمة العامة عندنا يعني إيه عوام الناس عوام الناس عارف عند الشيعة العامة يعني مين الامة الأربعة عندنا يا الله قول ده أرض والسماء شوف شوف فين يعني العامة أيها في عرف الشيعة في الأصول والفقه أبو حنيفة مالك الشافعي ابن حنبه اللي هم النجوم عندنا ماشي آه اللي ما فيش بعد كده في العلم أيها طبعا فجماعة كل كل معاييره مختلفة خلاص طيب إذن حديث الغدير ده حديث زي ما قلت فيه لا يصح الكلام الأخ قاله أبدا طيب نفترض أنه حديث صحيح أيها ونفترض أنه حديث متواتر وده من الصحيح بافترض زي ما عدو العلم يقول لك وإذا صح الحديث فمعناه طيب إيه معنى من كنت مولاه فعليه مولاه هل هنا مقصود بها المولاة الدينية أم المولاة السياسية أم أي مولا يعني أنت كراجل عايز تؤمن بالحديث ما معنى المولا هذه مولا دي في اللغة في الشرع لها معاني المولا تأتي بمعنى العبد وبمعنى السيد أو مولانا وكان الصحابة يقولون عن أبي بكر الصديق وبلال رضي الله عنه إذا لقياهما هذا سيدنا أعتق سيدنا آه إن شاء الله وهم صحابة في قلب بعض خلاص فهي القصة جماعة إنك إنت عايز طيب المعنى بتاع الحديث ما معنى المولا يعني النصير وقال لكل نبي حواري وحواري الزبير حواري وقال على عمر الفاروق وبواكر الصديق هذه ألقاب أعطيها للصحابة لدلل على مكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وكان من سلوكه وهذه الصحابة أنهم لا يفضلون أحدا على أحد يعني ليس من الدين تفضل نبي على نبي التفضل عادي من أفضل أو نقول طب ده عمل وده مش من السن ولا من الصحابة مش من هدي الأمة والهدي السوي السلف الصالح أننا نفاضل بين الصحابة كلهم رضي الله عنه وردوا عنه نعم خلاص وكان البعض يقول كنا نراهم بترتيبهم أبو باكر فعمر فعطمان فعلي وأقدر لجل ودول الحكام وهل معنى أن الصحابة دول الخليفة اللي فيها هو معنى أفضل من في الأمة هذا في علم الله إلا النبي أخبر به صلى الله عليه وسلم إنما لو صحابي ممكن يجيل من بعض الصحابة واحد يطلع أفضل من الصحابة زي ما النبي على رسوله ما قال سيدنا عمر عن قويس القرن إن في واحد من كذا إذا رقيته فاطلب منه يدعو لك عمر الفاروق اللي هو فيه ما فيه من كل هذا الفضل النبي قال له هتقابل واحد من جيل التابعين مش من الصحابة اللي شاف النبو اللي عرف صلى الله عليه وسلم فقال له زي ما قال خير فاطلب منه فسيدنا عمر بحث عنك في كل حاج يسأل عن قرن اللي منها قويس قرن إلى أن عرفه وإني قال له في علامة في شامة كان في جسده برس فبرئ أجميع إلا موضع درهم في بدنه تمام استنى لما شافه أي وقال له جاء الله يا أنا قال له لا فقال له الحديث فيه ولما عرف ذلك وويس اختفى بين الناس ماشي وده اللي فيه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال إن أردت أنا فقال لا إنما أريد أن أكون في غبراء الناس مع الناس مش عاوز تفضيل ولا سيناعني كان عاوز تفضيل إذن هذه قصة لما نكلم عن الحديث عشان نقول لك سمعناه كان أولى بالحكم طب هو الحكم هو علامة الورع والتقوى والنصر وقف الإسلام طب سيدنا الحسن تنازل عن الحكم أي لمعاوية ابن أبي سفي رضي الله عنه يعني أقصد يا جماعة كل عركة حديث الغدير دي إيه كل عركة السنة والشيعة في البداية عشان إيه العركة اللي عملتها الشيعة عشان إيه إن سيدنا عليها مفروض يقدم يقدم في إيه في الحكم طب خذ دوروا في الحكم وحكموا مات واستشهد زي ما التلتنين اللي قابلوا استشهدوا واللي أول مات خذناها في الاستشهاد اللي ماتوا شوها دا يعني المعضلة يعني هل دا مقام ديني فمعناه في حد أخذ منه حق الديني ما حصلش طيب ولماذا بايع عليه رضي الله عنه غيره إذا كانت هذا الحق سلم منه ثم ما جاء جاء بعده ابن الحسن حاكم سنة نعم ولذلك بيقول الخلفاء الرشدين كام إن عمر الخضاء ابن عبدالله ليس الخامس دا السادس لأن الأربع المعروفين ثم الحسن لأن بعد ثاناثل الحكم سميع عام الجماعة ناس توحدة تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنهم ليه معاوية رضي الله عنه إذن العركة كلها عشان إيه سيدنا عليه هيعمل دين جديد ينفس بالنبي معاوية رضي الله عنه طب إيه العركة الحديث عشان إيه يعني يعني كلها بنقولها لخير عشان الشوشرة والوش عشان إيه كل الليلة دي عشان إيه إن يحكم قبل ما حاكم بعشر سنين طب ما حاكم استوشي وبعدين يعني خد حقه يعني يعني جي دوره تمام يعني أنت كل القصة في العركة دي كلها إيه إن دوره تأخر شوية بمنطق من يصر لا ده كان معناه عشان دوره ولا مقصوب بيضور ديني فكامتا ده ليه دين جديد غير الإسلام اللي جيبه السيدنا محمد عشان الله يعني طيب إذن المعاركو ليه على إيه ورحك تمام قد رقم واحد طيب اتنين اللي هو بيقول إن الحديث أتركت لكم ما إنت مستكتون دي لن تضل وغادي قبل كتاب الله كان بيقول في الأول لا ما فيش تحريف ما فيش تحريف وعي يقول لك أنت ليه شلتوا بقى وعطرتي وآل بيته وحطته سنتي شوف يعني 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 النبي صلى الله عليه وسلم هيضع العطرة ما كان السنة لا طبعا يعني وبيلغي نفسه صالح أريبه طب ما آل بيته ماشيين على السنة آه كلام يا أخوانا هذه روايات صلى الله عليه وسلم خلاص نعم وهم ما مقصوب بعطرتي تم فيها حديث تانية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد نعم ما المقصود عليكم يعني هديون في الحياة النموذج العامل للتطبيق مش معنا هم مدين تاني إذا احنا في السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصنف لما تمسك حديث عشان تشرحه الأول تتيقن ده حديث في التشريع ولا في باب العادات والجبلة البشرية يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل لحم الكتف ده سنة لا يعني هل سنة ناكل لحم الكتف لا لا وإلا فين الدبيح اللي نفعش غير الكتف نيلا ناكلها كلنا يعني هنرمي التلات تربع للكفار يكلوه والمسلمين بس تخصص كتاف ناكل كتف بس طبيعام واحد الكتف ده ناشف عليه نعمل في نطرم سنانه عشان خطر فمس سنة فالناس فهموا غلط إذا ده بنعمل معامين ما ينطقوا عن الهوى صلى الله عليه وسلم طيب ما أولى بقى العترة ثم من قال لكن العترة أهملت امسك كل كتب الفقه الإسلامي تجد المذاهب قالت وقال والعترة يعني أكثر من يهتم بفقه آل البيت وآل بايت هم السنة فهذا كان فارغ طيب يعني كلها افتعالات بلا داعي عشان تعمل دين جديد الله الله لا يوفقك إذا كنت تعمل دين جديد الأمر التالت الأمر التالت أنه عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة التبوك أو العقبة خرج عليه ملثمون وأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم نقول حقيقة هذا الأمر إيه لا لم ترد في السرق أبدا هذا لم يصح وبعدين إيه إيه المطلوب من القصة أنا مشعير إيه أطفال قام طلع سيدنا علي حمام مثلا تقريبا بقى عجل نوصل للحتة طيب سيدنا علي قال كان إذا احمرت الحدق وبلغت الروح الحلقوم احتمينا جميعا برسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه سيدنا علي اللي قال وهو النبي سيدنا علي مكانه ليل تلهيج الخوف لا ترك له أمانات قريش أمانات قريش حد يوصل لأمانات لأنه ابن عم نعم فهذه كل القصة يعني جزاكم الله خيرا شكنا على هذا التوضيح في فضل سيدنا علي سيدنا علي وكلهم سادتنا طبعا كلهم سادتنا رضي الله عنهم جميعا يا رب طيب